لكن اسمحولي أبدأ بالموضوع المحوري اللي كل الناس بتتكلم فيه عايزين نبدأ نتكلم في موضوع الجينيه فيه يعني مقالات كثيرة وتحليلات عمالة تنشر كل شوية الكثير منها فيه يعني صحف أجنبية أو وكالات أجنبية معنية بشأن الاقتصادي بتتكلم على تخفيض قيمة الجينيه طبعا هما لما يتكلموا على تخفيض قيمة الجينيه فبيتكلموا على تخفيض قيمة الجينيه أمام الدولار احنا عارفين ان الجينيه حاليا قدام الدولار يعني الدولار ب 31 جينيه تقريبا وبيقال ان في السوق الموازية أو في السوق السوداء بيعلو عن هذا بيبقى 36 37 38 بيعلو ويهبط حسب حركة العرض والطلب فوكالة بولنبيرج نشرت مبارح تحليل ودي مش أول مرة يعني بنشروا بقى لهم شهور بيقولك ان تخفيض قيمة الجينيه مصار إجباري يعني بتقولك ان آجلا أم عاجلا الحكومة ستلجأ إلى تخفيض قيمة الجينيه هي بيقوله كده في التحليل يعني وبيقولك ان القضية بالنسبة للحكومة ليست أو القضية بالنسبة لتخفيض قيمة الجينيه ليست لماذا ولكن متى يعني التوقيت القضية باختصار هي شح الدولار أو المصادر بالعملة الأجنبية أو زيادة الطلب على الدولار أكثر من العرض في حوالي عجز 30 مليار دولار سنويا بيجي منين بيجي ان احنا طلبنا على الدولار أكبر من المعروض منه أكبر من مصادرنا أكبر من اللي احنا نقدر نجيبه فنلاقي نفسنا عمالين في حالة يعني بندور في حلقة مفرغة عايزين نوفر الدولار بنوفره ليه شراء سلع سلع وسيطة لصناعات خدمة الدين وسداد الديون الخارجية يعني فيه عباء كتير على الحكومة الحجة اللي بيقدموها صندوق النقد الدولي وبعض المصادر الخليجية وبعض الوكالات الأجنبية بيقولك ان تخفيض قيمة الجنيه هيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية ويؤدي إلى تسريع حركة بيع الشركات أو الأصول اللي أعلنت عنها الحكومة قبل كده في ضوء اتفاقها مع صندوق النقد الدولي أعلنت عن 32 شركة بيزود السياحة بمعنى أن الساقح الدولار بيبقى غالي فيقدر أنه يشتري منتجات كثيرة في مصر أيضا بيزود تحولات المصريين في الخارج ده كلام أو الأسباب اللي بتقال لمسألة تخفيض قيمة الجنيه على الجانب الآخر هناك رأي تاني بيقولك أن احنا خفضنا قيمة الجنيه أكثر من مرة أو بالتحديد أربع مرات ولم يحل المشكلة في نوفمبر 2016 تم تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار مع توقيع أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي كان الدولار مقابل الجنيه بتمانية جنيه تمانية وتمانين أرش أصبح في يوم واحد خمستاشر جنيه سبعة وسبعين أرش ثم تم تعويم آخر أو تخفيض قيمة العملة آخر في مارس الفين اتنين وعشرين يعني مع ظروف حرب أوكرانيا وخروج ما يعرف بالأموال الساخنة من مصر أو الدولار وتحرك السعر من خمستاشر سبعة وسبعين بقى تسعتاشر سبعين ثم في أكتوبر اتنين وعشرين يعني بعد مضي حوالي تمن أو تسع شهور تحرك للسعر بقى أربعة وعشرين جنيه وسبعين أرش وفي يناير تلاتة وعشرين يعني في مطلع هذا العام تحرك السعر بقى واحد وتلاتين جنيه تراجعات كثيرة ليه الجنيه مقابل الدولار اليوم يطالبون أو في منابر كثيرة بالطالب بتخفيض جديد لقيمة الجنيه هل هيحل الموضوع؟ هل هيحل الأزمة؟ لا مش هيحلها ليه؟ لأن الأزمة الحقيقية هي في عدم توفر الدولار وإذا لم يتوفر غطاء دولاري كافي يؤمن التوازن بين العرض والطلب هتصبح هناك مشكلة تضخم ارتفاع أسعار ضغوط معاشية الحكومة أعلنت أكثر من مرة بما فيهم الرئيس عفتاح السيسي تحدث صراحة قال لك لقضية أمن قوة وهي كذلك لأن أي تخفيض إضافي سيؤدي إلى مزيد من الأعباء على المواطنين طيب الحل إيه؟ الحل إن احنا نوجد مصادر دولار اتكلمنا كتير في الموضوع ده قبل كده وأنا بعيد مرة تانية التذكرة عايزين تصدير؟ اعتماد على منتجات محلية؟ تقليل من الواردات بالدولار؟ زيادة في تحويلات المصريين؟ الاتباع على الأدوات النقدية اللي الحكومة بتاخدها طرحت شهادات بالدولار بفايدة 7% بتحاول تقدم برامج مالية بتشجع على الإيداع بالدولار وتجمع الدولار اللي موجود في السوق الموازية يعني الحكومة بتحاول كتير لكن اللي عايزين نوصله إن تخفيض قيمة الجنيه وما يطالبون به لن يحل المشكلة طالما أن هناك نقص في الدولار وزيزل سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه ودي الخبرة اللي كانت معانا السنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر